لقطة مسيرة للجدل أصارت غضب جميع مشجعين نادي النصر انتهت المباراة منذ قليل بفوز نادي الأهل السعودي على النصر بهدفين مقابل هدف هذه اللقطة أصارت للجدل على مواقع السوشيال ميديا حيث احتسب ركلة حرة نتيجة لمسة يد على ما يكون مدافع النصر وزي ما انتم شايفين في اللقطة الكرة خبطة في بطن مايكون وليس في يده وبسبب هذه اللعبة جاءت ركلة حرة لنادي الأهلي واستطاع إدريس فتوحي انه يحرز هدف الأهلي الأول والنصر مازال يعترض ويعاني من مشاكل التحكيم والجميع يتساءل إلى متى يظلم فريق النصر ومن ناحية أخرى جماهير نادي الأهلي تقول أن فريق النصر احتسب له ركلة جزاء غير صحيحة في مشهة تمثيلي لحمد الله لم يعرقله اللاعب وقام بمشهة تمثيلي الحصول على ركلة جزاء ولكن بفضل الله حمد الله أهضر ركلة الجزاء في النهاية يعني الفريقتين بيشتكوا من التحكيم والفريقتين بيقولوا للحكم والفار في مشاكل طبعا أنا أترك لكم التعليق ووجهة نظرك في المباراة طبعا الأداء كان غير مردي في الكلاسيك والسعودي يعني كنا منتظرين أداء أقوى من كده من الفريقين ياريت تشاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو